طبعا كلنا لاحظنا الفترة اللي فاتت اني بدأ انتشر التجسس والاختراك بشكل كبير جدا عشان كده انا عملت الفيديو ده دلوقتي واحدة يجي يقول لي وانا مين لها يتجسس علي او مين يخترك الجهاز بتاعي كلنا كنا نقول الكلام دوت انت تابع معي بس الشرح الشرح النهاردة شرح مهم جدا حتى لو ما فيش حد بتجسس عليك او فيه حد مختاركك فانت لازم تأكد ان التليفون بتاعك امن وما فيش اي شخص بتجسس عليك او فيه شخص مختارك الجهاز بتاعي تابع معي يا الشرح في البداية يا صاحب لو انت امار تشوفني قريبت انشرف القناة وتفعل زر الجرس وما تنساش تدعمنا بلاي زي ما قلت لك فيديو النهاردة ان شاء الله هقدم لك تلات طرق التلات طرق ده من خلالهم تقدر تأكد ان التليفون بتاعك امن ولا لا وهل في شخص بتجسس عليك ولا لا اول طريقة معنا النهاردة وهي من خلال تطبيق التطبيق ده وظيفته ان هو بيعمل لك بلوك للقاميرا بمعنى ان اي تطبيق هيحاول يدخل على الكاميرا عندك التطبيق ده بيعمل له بلوك وبيديك كمان اشعار ان التطبيق ده بيحاول يفتح الكاميرا عندك دي اول طريقة هنشرحها دلوقتي حالي في البداية يا شباب زي ما احنا متعودين هسيب لك رابط نحميل التطبيق اسفل فيديو بعد بتحمل التطبيق ستدخل على التطبيق ابدأ يفتح معك الشكل دوت بعد كي هتدوس على السماح بعد كي هتدوس عليك ابدأ يفتح معك الوصول الى بيانات الاستخدام وبعد كي هتبدأ تدور على التطبيق ده التطبيق هندوس عليه بعد ما ندوس عليه هندوس السماح ونفعل التطبيق بعد كي هتدوس هنا وتفعل التطبيق كده التطبيق تفعل معك دلوقتي بقى لو انت فتحت اي تطبيق مسلا او اي تطبيق بدأ يفتح الكاميرا عندك هنجرب مسلا اي تطبيق من تطبيقات دي مسلا ونفتح الكاميرا زي ما انتم ما شايفين جي اشعار فوق من التطبيق ان الكاميرا بتاعتك في تطبيق بيستخدمها لو احنا دوسنا على الاشعار كده هيبدأ يفتح معنا زي ما انتم ما شايفين هيبدأ لك ان في تطبيق بيستخدم الكاميرا وبيديك شكل التطبيق واسم التطبيق اهو دينا واتساب وبيديك كمان الوقت اللي فتح فيه الكاميرا بيديك كل البيانات لو انت دست على فوق هنا كده انت بتأكد الحسف وبتحزف العملاء ديت او بتوقف العملاء ديت هتدوس عليه كده خلاص الكاميرا اتقفلت بالنسبة للتطبيق طبعا اي بقى تطبيق هيحاول يفتح عندك الكاميرا هيبدأ اديك اشعار هتدخل على الاشعار تعرف اسم التطبيق وتبدأ تمسح التطبيق او انت هتشوف لو انت مسلا عايز تمسح العملية ديت او توقف العملية ديت هتبدأ تحزفها من خلال التطبيق ده كده التطبيق تاني طريقة معنا النهاردة تتأكد منها هل التليفون بتاعك امن ولا لأ وهو مدير التطبيقات بتدخل عندك على الاعدادات وبعد كده مدير التطبيقات وتبدأ تبص على التطبيقات اللي عندك هل كل التطبيقات دي فعلا موجودة على التليفون بتاعك ولا فيه تطبيقات مش موجودة على التليفون ومستظهرة عندك بالوقتي هنشرح تاني طريقة تاني طريقة بقى معنا وهي ان احنا ندخل على الاعدادات وبعد ما ندخل على الاعدادات هنبدأ ندور على التطبيقات هتلاقي عندك هنا التطبيقات او مدير التطبيق بعد ما تدوس على التطبيق هتلاقي عندك هنا التطبيقات الجهاز والتطبيقات اللي موجودة على التليفون. اي تطبيق موجود على الجهاز مسلا لو امكانات الوصول اللي انت دست عليه مش هتلاقي عندك هنا كلمة الغاء التسبيت. يعني هنا مفيش كلمة الغاء التسبيت خالص. تمام? ده كده بالنسبة لتطبيقات التليفون نفسه. اما بقى اي تطبيق تاني مسلا نفترض ده تطبيق انا كنت محمله. هتلاقي عندك تحت هنا الغاء التسبيت. فانت هنا هتبدأ تدهر على اي تطبيق مشكوك فيه. يعني تبدأ تبصوا كده على التطبيقات. اي تطبيق من تطبيق النزام ده التطبيق ده مش هيتمسح. تمام? اما التطبيقات ينزل على الجايز بقى لو فيه تطبيق تجسس فانت هتدوس عليه وبعد كده تلغي التسبيق. لو طلب منك باسورد معنى كده ان التطبيق ده التجسس ومش هيتحزف من عندك غير لما تعمل او يعاد الضبط مصنع. ده لو تطبيق انت تشنكك في امره. فانت بتوعي تدهر كده زي ما انتم ما شايفين. كده هبداول على اي تطبيق مشكوك فيه مسلا. نفطية التطبيق ده مسلا انا منزلتوش. هبدأ ادخل عليه وبعد كده هدوس على الغاء التسبيق. ان انا معرفش التطبيق ده بتاع ايه? بس كده دي كده كان تاني طريقة معانا النهاردة. تالت طريقة معانا النهاردة. التطريقة ده من خلال كودين. تأكد من خلاله هل التليفون بتاعك امن ولا لا. بالاضافة ان انت كمان تشيل الاختراك. اول كود معانا. الكود ده بيمكنك اللي انت تشيل الاختراك لو فيه اختراك موجود على التليفون بتاعك. دلوقتي هنشرح تالت طريقة. دلوقتي بقى تالت طريقة معانا وهو كودين. اول كود معانا الكود دوت بيعرف هل التليفون بتاعك مخترق ولا لأ. تاني كود ده بيشيل الاختراك. اول كود معانا اللي هو نجمة شباك واحد وعشرين شباك. وبعد كده تدوس على اتصال. زي ما انتم ما شايفين اعادة توجيه المكالمات بلا شروط الصوت لم تتم اعادة توجيه. لو جالك هنا اي حاجة تم اعادة التوجيه او تتم اعادة التوجيه. معنا كده ان الحاجة دي مختركة. مسلا لو جاء على الصوت هنا تتم اعادة التوجيه. كده خلاص يبقى الصوت دوت. كده يبقى في حد بيتجسس على الصوت عندك. عندنا مسلا البيانات نفس الحوار الفاكس الرسائل كل الكلام دوت. اي حاجة تتم اعادة التوجيه. معنا كده ان الحاجة دي في شخص بيتجسس عليك. هندوس على موافق. تاني كود معنا الكود ده بيشير التجسس. نجمة شباك زيرو زيرو اتنين شباك وبعد كده تدوس التصال. عندك قد توجير مكالمات حدث خطأ كده انت في الامان. والتليفون بتاعك ما فيهوش تجسس. لو فيه تجسس هو هيشير التجسس من التليفون بتاعك. بس كده دي كده اتحاقت النهاردة. مساجد عملا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.